السلام عليكم اهلا بكم في حلقة جديدة مع سامة نتناول فيها اهم اخبار النادي الاهلي وبالتأكيد اخبار القضية الفلسطينية وما يحدث لغزة حتى الان ولا جديد سوى زيادة عدد يعني الشهداء وعدد المصابين وعدد الجرحة وعدد الفيديوهات اللي بتنقل صورة يعني محبطة عن الواقع الان في فلسطين بالتأكيد احنا دورنا الكلمة وده اللي احنا قادرين عليه وده زي ما قلت اللي هو يعني انا بحطه مع القلب على طول في قضع في الايمان ولكن على اقل بنتخذ موقف على اقل بنقول حاجة على اقل لسه رفضين اللي بيحصل على اقل بندعي بندعي الى اهلنا في فلسطين ان ربنا ينصرهم ويصبرهم ويسبتهم ويا رب يا رب يكون النصر قريب لكن الحقيقة فيه اوضاع يعني مغزية كتير في مجتمعنا العربي موصلانا للمرحلة البائسة اللي احنا فيها للأسف خلينا نروح لبعض التعليقات واهمها في كرة القدم لان انا عايز اقف عند رسالة محمود وادي محمود وادي لاعب فلسطيني مقيم في مصر كان له تعقيم على فيديو محمد صلاح والحقيقة انت شفت اختلافات كتير جدا على فيديو محمد صراح سيبك من فكرة نبرة يعني مش نبرة الخوف نبرة التوتر اللي في صوته ملامح الخوف اللي في وجه القصة يعني فقدان حتى فكرة الحماس للكلام اللي هو بيقوله وده بالتأكيد بيوصل لك رسالة ان دي رسالة جاته ويقوله من مين ليه عشان ايه القصة ايه بالزبط رسالة واضحة قدت بقول بوضوح شديد ان كان كتابها افضل ولكن انا واحد من الناس انا محمد صراح بالنزل اللي لعب كرة مهمة جدا 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 من ابرز الاسماء في كرة القدم الافريقية على مدارة تاريخة ولكن انت حاطت سقف احتمالات توقعاتك لمحمد صلاح ايه يعني مثال بسيط جدا فيه لعب طول الوقت طول الوقت عنده مواقف واضح فانت بتيجي في المواقف دي تقول فين موقفك هنا لكن لها طول الوقت طول الوقت بعد ما كبر اسمه وبقى نجم عالمي ما عندهش مواقف واضح مش رجل مواقف قالك ما تاخدنيش قدوة انت اللي عملتين قدوة لكن انت انت بحثت عن القدوة دي قبل ما توصل للمكان العالمية دي فانا بالنسبة لواحد من الناس الامور عندي هادية جدا انا مش متوقع من محمد صراح اكتر من كده وما كنتش طالب من محمد صراح الا صورة او كلمة ده بالنسبة لانا لكن لما فلسطيني ولعب محترف كرة القدم يقول حاجة يبقى كلامه هو السمع والطاعة وهو اللي على العين وعالرأس وهو الرسالة المفروض توصل له صدقها ولا لا محمود ودي قال ايه قال اعتقد كان لزاما على محمد صراح توضيح اكثر خلال الفيديو الاخيرة له كان لابد ان يكون هناك استكمالا للجمل المذكورة خلال هذا الفيديو وتوضيح علني وتسمية تلمعتدي والمفتعل لكل هذه الجرائع نقطة ومن اول الصدق ده محمود ودي لعب فلسطيني يعني محترف في مصر وصل الرسالة لصراح ودي رسالة بتوصل لصراح من خلال الاخوة في فلسطين اعتقد ان محمود ودي بيمثل شريحة كبيرة جدا من الاخوة في فلسطين ان مثالتك لم تكن واضحة يا صلاح حتى بعض المواقع العالمية حرفت الرسالة وقالت ان انت بتدعم المحتل وابتدعم فلسطين في نفس الوقت وده مش حقيقي وانا مش هطلب منك توضيح لان زي انا ما قلت انا مش طالب منك كنت تطلب منك رسورة بس انا من الاقصى بس فقط لاجت لكن التوضيح ظهر من لقاءات قوية زي لقاء محمد حجاب ظهر من لقاء قوي زي لقاء باسم يوسف والحقيقة انا مش قادر افهم ليه الناس وقفت على يعني اللفظ الخارج وبرق يتدولوه بشكل طبيعي وكأن القضية والفترة اللي تكلم فيها باسم يوسف ما فيهاش غير اللفظ الخارج ده بالتأكيد باسم يوسف زكي وعنده قدرة على السخرية واللفظ الخارج خرج في توقيت باللغة العربية يعني مش لغة انجليزية في توقيت ورسالة للمجتمع العربي بس انا مش هيضعف عند النقطة دي لان باسم قال كلام كتير جدا جدا اهم من ده وقدر يحرج يعني مرجن الموزيع البريطاني في اوقات كتيرة جدا فهاريت نركز على اهمية الحوار ده واهمية ان انت يكون عندك صوت قوي قادر يصل الى الغرب وان كنت قلت قبل كده ومقتنع برسالة ان لازم صوتنا تصل الى الغرب بس تشيل النقطة من على الغير الى العرب لان فيه اخوة عرب الحقيقة شعوب وحكومات السراء الفاحش تقريبا عنده علاقة عكسية مع الدم الحر انا اسف جدا البعض كلما ازداد الثراء كلما انعدم الدم والمسئولية والتقدير لقضية وطنية عربية هم فقدوا قصة انها تكون قضية وطنية عربية الحقيقة يعني ما سمعناش لهم اي صوت وبالتالي الناس دي اقل لناس ممكن تزايد في القصة دي او تتحدث في القصة دي وانا هنا مش بادعوا زي محمد رمضان ما خد الامور بشكل يعني فيه تصعد وروح حرب والكلام ده لا انا بوجه فعلا الخطاب للعرب ومش بقول الحرب بمعنى الحرب اللي هو 73 وادخل بالدباباتك واسلحتك لكن على الاقل في حروب تقدر تقوم بيها وتعملها من منطلق القوة اللي عندك انت عندك ايه عندك قوة في البترول مصدر طاقة مهم جدا للعالم عندك قوة مالية كبيرة جدا لكن فيه ناس بتختار ان تاخد القوة المالية دي وتجيب نجوم العالم وتديهم فلوس وانا بسميه ده استعمار بشكل مختلف انا هي المشكلة اتعب ليه وعشان ناخد فلوسك مانا عادي جدا ممكن نلعب لها ابعت لعب من دولتي يجيب اصلا داخل دول داخل دول حتى لو تصب بعد كده بالصليب يعني عادي جدا وفلوسك رحت على الارض يعواد لا القصة مش كده يا جماعة القصة احنا محتاجين مواقف تكون واضحة مواقف وتحركات تكون واضحة لدعم القضية الفلسطينية للحقيقة ناس كتيرة جدا تمتلك قوة للتحرك وما قدرش تعملها على عكس ما حدث في حرب اكتوبر الحقيقة ان كان فيه رجال بمعنى الكلمة قدروا طبعا كان فيه بعض الخونا بالتأكيد وده طبيعة يعني مش هايزول مجتمع العربي لكن ده طبيعة اي معركة بندخلها من قبل حتى من تاريخ التاريخ يعني دايما كده تلاقي فيه يعني خيانة في الوسط يعني لكن في النهاية كان فيه رجال قادرين على تحمل المسئولية كانوا فاهمين كويس قوي القضية كانوا فاهمين كويس قوي دور ان انت تنتصر كجيش مصري فكانت دعم واضح جدا بمنع وقود بمنع بترول بدعم مالي بعناصر من دول شمال افريقيا بتيجي تساند معاك بطيارات بحاجات كترة جدا كان فيه دعم بالتأكيد لا يمكن انها ننكره في النهاية انت صاحب المعركة الحقيقي كدولة مصرية ولكن كان فيه موقف مسئول من الدول العربية غاب الموقف المسئول بعد رحيل من كانوا مسئولين فده يعني وربنا اصطر علينا لكن ده وجهة نظري ورأيي يعني لكن خلينا نروح للعب اخر بالنسبة لي هو لعب مسئول هو لعب صاحب مواقف وهو لعب فعشان كده يعني لما تلاقيه في مواقف زي ده ما تنتظرش ان انت تتعجب لما تلاقي مصطلحات واضحة ده عادي ده الطبيعي بتاعه هو لعب بتاع مواقف لعب مالي لعب كانوتيه لعب كانوتيه قال مهما كان خليني اعرلكم افضل لان القصة مش عايز انقل حاجة على لسان حد ما تكونش يعني بسرطة طبيعية قال وده طبعا تم يعني نقله من موقع الاهلي.com سوف تتعلم الاجيال القادمة عن الاحتلال والفصل العنصري وجرائم الحرب والابادة الجامعية التي ارتكبتها اسرائيل وحلفائها بحق الشعب الفلسطيني الكذيب وتسطر وسائل الاعلام الرئاسية والسياسيين الفاسدين وغيرهم من الدعاء الخزي والعار عليهم دي رسالة كانوتيه الوضحة بشكل كبير جدا لكن عايز اقول ان في بعض الامل بيصل لبعض الغرب بالفعلا بالفعل زي نادي ساوبولو مثلا ويدعموهم للقضية الفلسطينية البعض هيقول يعني الدعم بالكلمات مش هامل اي حاجة وانا متفق ان ربما الدعم بالكلمات مش هامل اي حاجة لان الحقيقة الناس واخد حق الفيتو في نوع من انواع البلطجة وهنا هنرجع لمقولة السادات ما اخذ بالقوة لا يسترد الا القوة لكن قوتك ايه مش لازم قوتك ان انت تاخد دبابة وتروح تحارب بالمناسبة لكن تقدر تعمل قوة ان انت توقف على الاقل ما يحدث من ابادة لشعب فلسطين والحقيقة النادي الاهلي على مستوى كرة القدم والحقيقة كل اندية المصرية بدلت شعاراتها يعني عالم فلسطين ولكن النادي الاهلي مواقفه الحقيقة يعني بتشعرنا بالفخر ان انت بتنتمي للنادي ده اللي بيتحرك في حدود صلحياته ولازم نبقى فاهمين ان ده نادي رياضي لا نحمله اكثر من طقته يعني ان النادي داعم للقضية الفلسطينية داعم تماما النادي كان عنده احتفالات بافتتاح انشاءات في فرع الشيخ زايد قرر ايقاف هذه الاحتفالات في الوقت طبعا ان تلاقي مواسم واحتفالات كتير في بلدان اخرى لكن النادي الاهلي مؤسسة تاع جيدا يعني دورها الوطني تجاه بلدها وتجاه قضية وطنها العربي فطبعا النادي الاهلي اوقف هذه الاحتفالات النادي الاهلي ايضا عمل قرارات في الاعلام او اعلامه بشكل واضح جدا لما يبلك شاشة قناة النادي الاهلي وتبقى شاشة بالسواد حدادا على غزة يعني بالامس ان يتحط شريط الحداد على الشاشة ان يتم وقف بالامس بس يعني اي شيء مباشر على وسائل التواصل الاجتماع في صفحات النادي الاهلي الرسمية مش كده وبس النادي الاهلي كمان يعني ارسل للكاف طلب بارتداء الشراط السوداء في مبارات سنبا في افتاح الدور الافريكي اللي هيكون لنا حديث عنه مش كده وبس النادي الاهلي ايضا طلب او قرر ان يكون قيمة التذاكر في مبارات العودة بين الاهلي وسنبا التنزاني تذهب جميعها لصالح فلسطين النادي الاهلي خاطب وزارة الصحة وطالب بوجود عربات اسعاف في محيط استاد القاهرة يوم مبارات الاهلي وسنبا من اجل تبرع جماهير النادي الاهلي العظيمة بالدم لمجرحانة في فلسطين وفي غزة والاهم كمان اللي النادي الاهلي بيحاول يعمله اللي بعض الدول ما قدرتش تعمله هو القرار اللي بيحاول مع الجهات الامنية ان هو يصل بانه يوزع اعلام فلسطين في مبارات الاهلي وسنبا من داخل مدرجات النادي الاهلي عشان يكون دعم القضية الفلسطينية وده موقف مش جديد على مواقف النادي الاهلي التاريخية نروح بقى لمبارات الاهلي وسنبا وتصريحات الشناوي ومرسل كولر مرسل كولر في تصريحاته النهاردة في المؤتمر اللي عقد يعني قبل المباراة كعادة المباراة الافريقية ب24 ساعة اتكلم عن صعوبة مبارات سنبا التنزاني وتكلم عن اهمية البطولة دي لو قدرت انها تحق نجاحات هتكون بطولة مهمة جدا في قارة افريقيا ولكن هو مقدر قد ايه ان البطولة في توقيت صعب وان المباراة صعبة جدا على النادي الاهلي ولكن ان الفريق كله مركز وهيبزله اقصى ما لديهم من اجل تحقيق الفوز في مباراة سنبا التنزاني وايضا تحدث محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي وقال ان طبيعة النادي الاهلي اي بطولة بيشارك فيها بيكون الترجل بتاع او الهدف من البطولة دي هو انه يحقق البطولة فكلنا كلعبين وجهاز فني ومجلس ادارة جايين نقدي اول مباراة وعنا على تحقيق لقب عزيق البطولة خاصة ان البطولة دي اول نسخة لها تلعب في بطولة افريقيا فكل التوفيق للنادي الاهلي اللي بالتأكيد هيواجه صعبات كبيرة جدا وهنا هل الكاف خزل النادي الاهلي ام الشركة الايطالية خزلت النادي الاهلي لان كان فيه وعود مع المهندس خالد مرتجي طبعا فيه الاجتماع الشهير اللي تم عن طريق الفيديو بقصة اللاعبين المحترفين يوصلوا في مواعدهم الحقيقة علي معلول لم يصل في معاده علي معلول سيعود الى القاهرة بنسبة شبه مؤكدة وغياب شبه مؤكد عن خلاص مباراة سنبا التنزاني لان هيروح فين ويلعب ازاي لان القصة انتهت بسبب توقيت الطيران وتأخر طيران اللاعب من اليابان الى ابو ظبي لمدة ساعة والترانزيت كان ساعة فضع عليه الطيران اللي طرع من الامارات لتنزانيا وبالتالي كان فيه صعوبة بالغة في حجز الطائرة اخرى تصل في نفس المعاد او يكون فيه جدوى من وصول اللاعب قبل المباراة وقبل التدريب الاخير اللي هيرعب النهاردة الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت المباراة اللي بالمناسبة هتنقلوا قنوات بعد يعني التعاقد مع الشركة المالكة لحقوق نقل المباراة بشكل مباشر ورسمي فبالتالي علي معلول خارج المباراة بنسبة كبيرة جدا ربما يعود الى القاهرة يا زي الليلة واستعد لمباراة العودة وبالتالي الافكار اللي ممكن تطرح في عقل يعني مرسل القلر اما تلات لعبين اما الدي بيس كريم الدي بيس او خالد عبد الفتاح اذا انا من وجهة نازل شايفه مش جاهز بشكل كافي انه يلعب حتى على عكس عدلته وبميل اكتر للاحتمال التالت هو احمد نبيل كوكا اللي مقدن مستوى متمايز جدا في خط الوسط وان احمد نبيل كوكا قدر في وقت من النوقات يلعب كباكليفت بالتأكيد التختالة العكسية هتكون صعبة عند احمد نبيل كوكا وخاصة الكرات العرضية والعاب الهوى لكن على الاقل ان هو اللاعب الاكسر جاهزية والاكسر خبرة في السلاسي يعني هو ولا خالد عبد الفتاح اكسر جاهزية احمد نبيل كوكا طب هو ولا كريم الدي بيس اكسر خبرة يبقى احمد نبيل كوكا فبشوف من وجهة نظري ان ربما يلجأ مرسل كولر الى احمد نبيل كوكا ولكن علي معلول ما كانش هو الازمة اللي ممكن تقابل مرسل كولر فقط لا غير ايضا اصابة محمد هاني اللي موقفه من المباراة خمسين خمسين وبالتالي ايضا دي ازمة كبيرة جدا يمكن هتقول رامي ربيع رجع وياسر ابراهيم كان في المنتخب ولكن رامي ربيع رجع من اصابة وان كان كل الثقة بالتأكيد في السنائي سواء ياسر ابراهيم او رامي ربيع يقدمه مباراة جيدة ان شاء الله هل اكتفت ازمات النادلالي او توقفت ازمات النادلالي عند هذا الحد لا محمد هاني ايضا عنده كادمة في قدمه من مشاركته مع المنتخب بالمصر في بوراة الجزار اللي طولت فيها في الديئة 34 تقريبا ولكن فرص محمد هاني باللحق بمباراة اكبر وان شاء الله يكون متواجد لان ما تقدرش تجيب اقرب توفيق تلعبه اول مباراة رسمية امام سنبا التنزاني وفيها احتكاكات والتحميلات كبيرة جدا وخارج الحدود كمان فأنا تمنى يعني اننا نقدر نتغلب على زي الصعاب خاصة ان انت عندك غايب ايضا مودست وقصته عنده نازلة برد او بداء برد رياضي او ما شابه الكلام اللي تكلم فيه الكابتن احمد شوبير يعني خلينا نشوف الايام تثبت ايه طبعا كل الدعم بالتأكيد لأي لعب في النادلالي واكيد كلنا وعندنا شاء غاف وامنيات ان اللعب يقدر يثبت كفاقته لان ده في التأكيد مكسب ليه النادلالي لكن تأكد ان بعض الاعلام هيكون دايما راصد فكرة مودست طول الوقت يعني النقطة الاخيرة وهي امام عشور امام عشور سليم سليم الى شعور فحصات سليم سليم هي والتخوف من التدخلات ده امر نفسي بحث ولكن امام عشور جاهز بنسبة 100% من الناحية الطبية وقادر ان هو يشارك واعتقد ان هو يشارك بنسبة 99% في المباراة بشكل اساسي دي كل قصة مباراة الاهلي امام سنبا التنزاني وزي ما قلت مباراة العودة ممكن تحمل دعم كبير للقضية الفلسطينية واتمنى من كل قلبي يكون فيه وعي كبير جدا عند جماهير النادلالي اللي هتحضر المباراة اللي هتمنى 30 الف تسكر يكونوا منتهيين ويحضروا المباراة ويكون جماهير النادلالي عندها الوعي الكافي لمساعدة الجهات الامنية على ان المباراة تخرج فيه سلام وتوصل رسالتك من داخل الاستاذ بدعم القضية بالتأكيد كدور النادي الاهلي الوطني الداعم للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ ولكن دون الخروج على النص دون الدخول فيه ازمات امنية احنا في غنى عنها ارجوك لو مش قادر ان يكون عندك ضبط نفس حقيقي للقصة دي حاول حتى لو هتحجز التسكر وما تحشي المباراة مش قادر تحجز التسكر لا يكلف الله نفسا الا وسعى احنا بنقول اعمل فقط لغير اللي في استطاعتك ما تكلفش نفسك اكتر مما ينبغي وما تضغطش على عصابك لو انت مش هيكون عندك قدرة على ضبط النفس لان احنا عايزين ان وراء تروح تواجه رسالة واضحة من الرياضة المصرية لدعم القضية الفلسطينية وفي نفس الوقت لا خروج على النص لا وجود خروقات ولا دخول فيه منوشات مع الجهات الامنية اللي بالتأكيد صدقني عندهم هما كمان نفس الشغف اللي عندك تجاه القضية الفلسطينية الحمد لله موقف مصر كحكومة وكشعب قدر المستطاع والمتاح مواضح جدا ان هو مع القضية الفلسطينية بغض النظر عن يعني بعض يعني النواب اللي بتاخدهم الحماسة والجلالة فبيقولوا اخطاء كارثية الحقيقة زي ما شفنا النهاردة في مجلس النواب ويعني الحقيقة كان افضل شيء هو رفع الجملة اللي تقالد عن طريق الخطأ بقى وده اكيد يعني ولكن يكون فيه نوع من انواع التركيز شوية في المستلحات لان الكلمة دي صعبة جدا وينبغي فعلا يعني عجبني جدا قرار ان تم حسفها من الجلسة اللي تمت اليوم فالناس تركز ومتاخدهاش الحماسة فاتطلع تصرحات واتطلع كلمات ربما البعض يقف جنبها وياخدها ويبدأ يشتغل على فكرة الله وعي والعقل الباطن اصلي كان يقصود كده اصلي مش عارف ايه مش عايزين نوصل للمراحل دي واحنا موقفنا واضح كشعب مصري تجاه القضية الفلسطينية مش عايز ابالغ واقول من اكثر الشعوب المجتمع بالقضية الفلسطينية ودي مش مزايدة والله على اي شعب لكن ده حقيق المواطن المصري الغلبان ده الكادح ده اكتر مواطن في الوطن العربي شغلوا القضية الفلسطينية وهم القضية الفلسطينية فالصورة اللي تصل عن الشعب المصري تصل بشكل سليم مش قادر تمثل الشعب المصري يسكد بقى تتعبناش معاك يعني مش عايز اطول اكتر من كده ولكن يعني عايز انهي لأسف اخبار يعني بتبقى سلبية كتير جدا كابتن بشير عبدالصمد يعني توفى الله ربنا يرحمه النادي الاهلي ناع الكابتن بشير عبدالصمد كابتن بشير عبدالصمد للناس اللي ما تعرفوش كان احد يعني نجوم النادي الاسماعيلي في بداية التسعينيات كابتن بشير عبدالصمد كان لعب مؤسر جدا في انه يعني من الفريق اللي حقق بطولة الدوري العام على حساب النادي الاهلي في مباراة فاصلة في غسل المحلة وسجل احد اهدفها كابتن بشير عبدالصمد كان لعب منتخب مصر في بطولة ام افريقيا اربعة وتسعين راجل يعني كان يعني ما سمعناش عنه اي تصريح مسيء في اي وقت من الوقات يعني نحسبه على خير وربنا يغفر لي ويرحمه ويلهم اهله الصبر والسلوان نشوفكم على خير والاهلي دائما منتصرا الاهلي فوق الجميع سلام